خوفا من المساءلة وهربا من تحمل المسئولية يسعى بعض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى النجاة بأنفسهم والقفز من سفينة الفشل الذي يطاردهم فمنذ أن بغتت عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر المادي إسرائيل باختراق أمني غير مسبوق تفشت حم عدم الثقة في القيادات العليا لجيش الاحتلال عسكريا واستخباراتيا الأمر الذي سهم في تصدع صورتهم أمام الرأي العام الداخلي وهو ما أكبر بعض القادة على الاعتراف بالمسئولية فتوالت إثر ذلك الاستقالة والإقالات أحدث حلقة في مسلسل أزمة الثقة هي إعلان المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يرى الحامو استقالته ووفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية فإن استقالة حامو جاءت بسبب عدم اتخاذ بينامين يتنياهو رئيس الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي للحرب إعلان حامو لم يكن الأول بل جاء بعد يومين من الإعلان عن استقالة موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل هسبرا وذلك بعد أشهر قليلة من تعيينه ومن قبله أعلن رئيس أركان الجيش هارس هاليفي عزل رئيس شعبة العمليات بجيش الاحتلال عوفر وينتر استقالة أهارون حريفة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في أبريل الماضي كانت البداية والتي مثلت زلزالا إسرائيليا ترك علامات استفهام أمام بقية القادة المستمرين في مناصبهم والتي وصفتها صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بأنها لن تكون الاستقالة الأخيرة لضباط بسبب إخفاقات السبع من أكتوبر كما ذكرت الصحيفة صحيفة يدعوت أحرنوت بالفعل لم تكن هذه الاستقالة الأخيرة فقد أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء هودا فوكس اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس المقبل وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية مشيرة إلى أن فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هارس هاليفي بقرار الاستقالة بعد ثلاث سنوات فقط من توليه مهام منصبه واستمرارا لمسلسل الاستقالات كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن الحديث حاليا بات يتركز حول من سيخلف رئيس الأركان هارس هاليفي والذي واجه ضغوطا كبيرة لتقديم استقالته بل إن عددا من الضباط الكبار بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتواصلون مع محامين قبل بدء التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر وحسب صحيفة يدعوت أحرنوت يوجد ضباط كبار أخرون لا يقل عددهم عن أربعة أبلغوا قيادة الجيش نيتهم الاستقالة من مناصبهم من بينهم قائد فرقة غزة آفي روزنفيل والذي وقع تحت إشرافه اختراق السابع من أكتوبر الأمر لم يقتصر على القادة الكبار في حزب بل تقدم ضابط إسرائيلي بردبة رائد باستقالته من منصبه في خطوة وصفها الكثير بأنها الأولى من نوعها منذ السابع من أكتوبر وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاستقالة جاءت على خلفية ما وصفه الرائد الإسرائيلي بالفشل الذريع لتعامل الاستخبارات الإسرائيلية أزمات وخلافات تضرب الدخل الإسرائيلي بدءا من الجيش والأجهزة الأمنية مرورا بالحكومة على مدار أشهر الحرب على غزة ولا تزال التوقعات وفقا للإعلام الإسرائيلي ترجح استمرار تلك الإنقسامات بل وتوسعها على نتاق أكبر كان هذا عرضا موجزا عن أحدث التطورات الجارية بالمناصب القيادية داخل الجيش الاحترال الإسرائيلي وذلك في ضوء تقديم المسؤول داخل مجلس القومي الإسرائيلي عن خطط الشؤون الإستراتيجية والخاصة بالعضوان على غزة يورام حامو